اشتركوا في القناة في ظهور الإمام المهدي بعد 1500 سنة الناس يصابون باليأس وخاصة في الظروف الصعبة التي مر بها أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والإنسان إذا في ظروف صعبة إذا استسلم لليأس هذا الإنسان قد يفقد دينه لكن إذا لم يستسلم لليأس ويكون في أمل الإنسان الذي هو في أمل لا يستسلم لا يفقد دينه عادة يقاوم الآن في الطب الحديث يقولون أن بعض المرضى الذين يصابون بأمراض لا علاج لها هذه الأمراض تقضي عليهم إذا ما تخبر بأنه بأن هذا المرض سيقضي عليه تشوف هذا يحاول يذهب للعلاج قد علاجه وقد أمل يطيل في عمره لكن إذا يأس هذا المريض خلص ماكو علاج وأنت راح تموت فيأس نفسيا راح يترك العلاج نفس حالة نفسية تؤثر على جسمه تشوف أسرع يموت لأن اليأس يسبب انهيار الإنسان زين أتباعوا أهل البيت في طول التاريخ في مصائب في زمان بني أمية زمان بني العباس زمان بني عثمان زمان حكام الجور وهم أقلية مضطهدة أشهد الإضطهاد إذا تقول له بعد ألف سنة راح يكون ظهور المهدي ألفين سنة ثلاثة ألاف سنة هذا راح ينهار وإذا انهار راح يبيع دين لعله لكن عند أمل أنه الظهور يكون هذا اليوم يكون في هذا اليوم أو في غاد أو في حياته عند أمل ما يدري هو لكن الأمل موجود هذا يسبب الاستقامة والمقاومة وعدم الخضوع والخنوع المصائب التي جرت على أتباع أهل البيت لو كانت جارية على أي نحلة لانقرضت إحنا عندنا هواية مذاهب في طول التاريخ هذه المذاهب انقرضت لماذا؟ لأن السلطة كانت ضدها كانت تضطهد أتباعها انقرضوا مع أنه لم يجر عليهم عشر معشار ما جرى على أتباع أهل البيت أما بالنسبة إلى أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله أراد لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه ومن ذلك مسألة الانتظار يعلمون أن إماما يرعاهم وأنه سيظهر ما يدرون متى يظهر لكن يأملون أن يظهر في زمانهم